اهلا وسهلا ومارحبا بكم في قناة سارة بابس فندو ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير اليوم ادي لحريرة الغرب ونرفقها بيجاج من شوي بتتبيلة رائعة مع روس خيالي في الماداق تبعوا معي المقادير بالنسبه هنا للحريرة هنا عندي زوج بصلات مقطعين الى شرائح عندي زوج طماط كبار يعني قطعتهم هكا ليه مخصو كبار عندي خلت حبة كاغوت وزوج حبة موية تعلفت وعندي القصبر بالنسبه للكمية كل واحد يديع لحسب العائلة التاعه هنا عندي شوية زيتون وعندي هنا لاصوس طماط مخدومة تقدو تديروا طماط عادية وطرابوها هنا عندي الحم تاع الغنم تقدو تعاودوا غير بالجنبو تاع الخروف ملعقة كبيرة تاع الصوت طماط كوسانتري عندي سكين جبيل مع كوركم والملح وفلفل اسود في القوكوت ادي ندي شوية زيت ندي كامل هذه الخضراء مع القصبر نزيد الحم وهذه المعلقة تاع الصوت طماط ندير هنا التوابل نزيد الزيتون نزيد الزيتون ونزيد الكراس الصوت بمار ثم نقلي كل شي مع بعض نصف مدين المعته بعد ان يتقلبوا فارضاء هنا لأنا ستضخر الصوت التي تضيح على الكوكوت نتوقع فارغة الحم ونضعه فيه فارغة الحم ومنشятся وأنهم موجود مقومة نضع على هذا المعين فارغة الحم ونقضع الكوكوت ونفخث ونضعها طيب هنا عندي نصف فنجل الصغير تاعة شيشة خسلتها ونعمرها بالماء ونخليها تنتفخ هنا بعد ما طعب الخضرة والحم ننحي هذا كل الحم ونطحن كامل الخضرة نزيد هنا التوابن لدي معلقة صغيرة قرفة ومعلقة صغيرة كروية ومعلقة صغيرة قصبر يابس ونزيد نطحن لكي لا يجعلون حبيبات لزي بيس وننحي كامل هذه الرغوات التي يجعلها من فوق بهذه الطريقة نزيد هنا يزوج معلقة عدس هذه يبقى اختياري أنا نبال الحيرة فيها العدس ولا تقدوا تدينوه مع اللويل وتطحنوه مع الخضرة وليه ما يحبهش ما يديرهش ندير هذه الشيشة اللي انتفخت لي ونبقى نحرق قمامتهم باش متلسق ليش متحت ندير هنا يا شوية حمص هذا الحمص بالخطفة يطيب عليه هدرتها مع التالي الى الحمص طيحكم يشد الطيل نديروه مع الحم في الأول ونخلي حريرتي الطيبة غاية لازم تشيشة لتكون طيبة بيان ساعة ساعة نحركوها باش متلسقناش متحت هنا بعد ما طابت الحريرة حسيتها شوية خفيفة درت معلقة كبيرة بشي عامل عفارينة وزيت عليها شوية حريرة وخلط تمليح وعدي نعود نديرها في حريرة باش تتقلي نزيد هنا هي شوية قصبر ونزيد معلقة كبيرة زبدة وندير هدك الحم اللي وخرته في التالته ونخلي هدك الطباخ طبخها زوج ونطفي عليها وتكون حريرة تعنا واجدها بالصحة والراحة بالنسبة للتثبيلات على الجاج حضرتها هنا يا بنهار قبل درت هنا يا ملعقة كبيرة حسل وعدي ندي زوج معلقة كبيرة سوس سوجة زوج معلقة كبيرة وعندي معلقة كبيرة تعزيز سمسم عندي زوج حبة توم غابي ملعقة صغيرة بتاع توم يابس وملعقة صغيرة تعباصل يابس عندي شوية سكين جبير فلفل اسود والملح ونخلط جميع المكونات معا بعد نجيب هذه الدجاجة بعد ما نقيتها وخسلتها وحلتها هنا في الواسط ونبقى ندخل قحدة كتتبيلة في الدجاج بهذه الطريقة نغطي عليها ونخليها تبات ليلة كاملة في التلاجة بعد ما باتت ليلة كاملة جبت هنا يا سينية طلعتها بزبدة نحط فيها هذه الدجاجة ونضي الفوقها شوية سمسم أنا هنا يا قلبتها ونغطي عليها ونخليها تطيب على درجة 180 درجة حتى تطيب كامل هنا بعد ما طابت كامل نحيت هذه الورقة الطاهية والأليمينيوم وجبت هنا يا زبدة مجمدة ونعطي فوقها بش تتحمل الدجاجة دائما أنا دي الزبدة في المجمد بش نحمرها كالحبولة نعطي فوقها جيني سهلة وندخلها تتحمل كنشوفها دائرة اللون الذهبي نطفي عليها هنا غد نحضروا صرصة جي فوق الدجاج درت هنا يا وحداتهم غابي ودرت ملعقة كبيرة بابريكا ندير هنا معلقة كبيرة موتاقت ومعلقة كبيرة سوس سوجا ومعلقة كبيرة فيناقر دوري وزوج معالق كبار كاتشاب وندير هنا شوية فلفل أسود ثم نخلق جميع المكونات ثم نضيف الملح بس كبيرة صرصة جميلة ونضيفها على النار كي نشوفها تغلي نطفي عليها ونديرها فوق الدجاج كي يطيب هنا يعدي روز راقدته في ماء بارد لمدة ساعة هنا بعد مرور ساعة صفيت هذا الراوز من ماء ونضيف عليه الماء مهم الكمية اللي تديروا بها الروز نضيف زوج كمية عن ماء نضيف هنا زوج هيل وزوج نجمة والملح ونخليه طيب هنا بعد ما طاب شوفوا حبة مفرزة لاختها نضيفها شوية أبخي نضيف عليه هنا معلقة كبيرة زبدة هنا عندي لوز محمرة عندي زبيب كوندي جا طيبته هنا عندي بصلة يبسا عندي آمود إيفيلي وعندي شوية شوربة حمرتها كشوية زيت غادي نضيف كل شيء معها بعد ونخلط الروز ونقدمها بالصحة والراحة مع السوس طومات ولا أي سوس اللي تحبوها شوفوا حليرة التعناكي جات نضيف عليه شوية ليمون شوفوا تجي تشاهي وبنينة بالزات أتمنى أنكم نجربوها وهذا هو الروز ستعنا فقط معها شوية لاصوس طومات وهذا هو الجاج شوفوا كيجا محمر والبناء منحكي لكمش ترفوقها هذي كل لاصوس اللي حضرتها معاكم ووصلنا لنهاية الفيديو ونتمنى أنه يكوننا لإعجابكم ونتمنى أنكم تجربوهم وتخلوا لي تعالق تحت أسفل الفيديو ونتمنى أنكم تشجوني بالاشتراك وتضغط على الجرس ليصلكم كل جديد مع السلامة ونتلعقوا في فيديو جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر